السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هياكم الله طلبنا الأعزاء طلب الصف الأول المتوسط اليوم ندرس مع بعض درس الاسفنجيات واللاسعات والديدان المفلطة والديدان الاستوانية البداية هنكتب سؤال ما هي خصائص الحيوانات ما هي خصائص الحيوانات رقم واحد الحيوانات مخلوقات حية عديدة الخلايا تحتوي الحيوانات على العديد من الخلايا قد تصل في بعض الحيوانات الى ملايين من الخلايا او مليارات من الخلايا وكل خلية متخصصة يعني تقوم بوظيفة معينة على حسب العضو او الجهاز الموجودة بها رقم اثنين معظم خلايا الحيوانات لها نواة وعضيات درسنا في الدرس السابق ان الخلية الحيوانية تحتوي على نواة ودي مركز معظم نشاطات الخلية هي اللي بتنظم معظم نشاطات الخلية ويوجد حول النواة العديد من العضوات منها الميتوكنديريا منها السيتوبلازم منها الرشاء البلازمي رقم ثلاثة لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها فالحيوانات ليست ذاتية التغذية مثل النبات فلا تقوم بصنع غذائها بنفسها ولكن تعتمد على كائنات اخرى في صنع او في الحصول على الغذاء أربعة تهدم الحيوانات غذائها عندها جهاز معظم الحيوانات عندها جهاز هضمي متخصص لهضم الطعم أي تحويله من مواد او جزئيات كبيرة الحجم الى جزئيات بسيطة يسهل امتصاصه رقم خمسة بالنسبة لخصائص الحيوانات تتحرك معظم الحيوانات من مكان الى اخر فليست كائنات جالسة يعني تتحرك حركة مكانية ولكن تتحرك من مكان الاخر يعني تقدر تتمقل من اجل الحصول على الغذاء من اجل الحصول على المأوى من اجل التزاوج من اجل الهروب من الحيوانات المفترسة فتتميز بخاصية الحركة يبا دي خصائص الحيوانات زي ما قلنا ان هي عندها نواة والكثير من العضيات ويقولنا كذلك ان هي مخلوقات عديدة الخلايا ويقولنا ان هي لا تستطيع صنع غذائها بنفسها وتهدم الحيوانات غذائها وتتحرك من مكان الى اخر بعد ذلك عندنا التماثل هنكتب سؤال في الجانب هنا ما هو التماثل وما انواعه التماثل يا شباب هو ترتيب اجزاء الجسم وفق نمط معين بحيث يمكن تقسيمه الى نصفين متشابهين يعني اجزاء الجسم مترتبة ترتيب متساوي بحيث ان احنا ممكن نقسمه لنصفين متشابهين لو نظرة الجسم الانسان وحبينا نقسمه لنصفين نقسمه طوليا الى نصفين على ايوم من النصفين متشابهين تماما فده بنسميه تماثل تماثل جانبي اللي احنا نقدر نقسم النصفين او نقسم النصفين الى الجسم الى نصفين متماثلين او متشابهين تماما طيب معظم الحيوانات بيكون عندها اما تماثل شعاعي او جانبي يبقى اذا نوعي التماثل هو تماثل شعاعي وجانبي وهنبدأ ناخد امثلة على النوعي زي ما انت شايف يا شباب في تماثل الشعاعي بيكون فيه نقطة من المركز بيمر منها عدة اا تقسيمات كل تقسيمة شبه اا الاخرى فده دليل ان ده ان الحيوان ده عنده تماثل شعاعي نقطة في المركز بيمر به معظم الاشياءات اللي قدامك فبتقسم الجسم الى اجزاء متماثلة تماما فبيطلق على هذا الحيوان انه متماثل شعاعيا والمثال عندنا هو شقائق النعمان طيب بالنسبة للتماثل الجانبي عندنا جراد البحر زي ما انت شايف يتضح فيه التماثل الجانبي ان احنا قسمين الجسم طوليا الى نصفين متماثلين او متشابهين تماما في بعض الحيوانات عديمة التماثل يعني لو جيت تقسمها بالطول او بالعرض هتلاحز ان هي تعطي اشكال مختلفة فلا يوجد لها تماثل يبقى اذا انواع التماثل تماثل شعاعي مثل شقائق النعمان وتماثل جانبي مثل جراد البحر وعديم التماثل مثل الاسفنج ده بالنسبة للتماثل وانواعه وامثلة عليه الصفحة اه صنف الحيوانات 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 تصنف يا شباب الى حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية الحيوانات الفقارية هي التي تحتوي زي ما شايفين المجموات يا رأسطين هي التي تحتوي على عمود فقاري يعني جسمها في عمود فقاري بيقطاع الشكل والدعمة أما الحيوانات اللافقارية أي ليس لها عمود فقاري وطبعا أمثلتها كتير هنبدأ ندرسهم بالتفصيل بعدين الحيوانات اللافقارية تشكل حوالي 97% من عالم الحيواني يعني المعظم الحيوانات الموجودة على سطح الأرض هي حيوانات لافقارية وطبعا الحيوانات الفقارية نسبة 3% نسبة بسيطة بالنسبة للحيوانات اللافقارية الحيوانات اللافقرية مثلتها كتير اللاسعات ديدان الاسطانية ديدان الحلقية الشوكيات الجلد السفنجيات الدان الفلطهة رخويات المفصليات اما الفقريات فمثالها الحبليات اللي بتضم الثاديات والاسماك وغيرها من الطواف كل ده هندرسه بالتفصيل ان شاء الله في الدروس القادمة نبدأ ندرس بعض مجموعات او طواف الحيوانات اللافقرية اول مثال عندنا هو الاسفنجيات كانوا قديما يا شباب لو كتبنا سؤال هنا ما خصائص الاسفنجيات كانوا قديما بيعتقدهم ان الاسفنج نبات لانه لا يتحرك او لا ينتقد من مكان الاخر ولكنه يتحرك حركة مكانية يعني هو في مكانه بيهتز لكن لا ينتقد من مكان الاخر فلذلك قالوا انه شبيه بالنبات لكن بعد دراسة الاسفنج وجدوا انه لا يقدر او ليس عنده خاصية صنع غذائه بنفسه لا يقوم بعمل الاسفنجيات فاذا هو ليس نبات ولكنه حيوان ولكنه حيوان ايه جالس يعني يتحرك حركة مكانية لكن لا ينتقل من مكان الاخر طيب التغذية في الاسفنجيات هنكتب سؤال كيف يتغذى الاسفنجيات الاسفنجي شباب يتغذى بتصفيت الطعم الطعم منين؟ من الماء يمتص الماء ويقوم بتصفيت الماء فيحصل على مخلوقات مجهرية والاكسجين يعني بيمتص كمية من الماء ويصفيها فيحصل على ما بها من مخلوقات مجهرية مخلوقات صغيرة ماشي سواء النباتات او حيوانات وكذلك يحصل من الماء على الاكسجين اللازم لعملية التنفس يبقى اول سؤال كيف يتغذى الاسفنجي يتغذى الاسفنجي عن طريق تصفيت الطعم من الماء وكذلك الحصول على الاكسجين من الماء طيب هل يعيش الاسفنجي شباب في الماء المالح فقط قالوا اغلب الاسفنجيات تعيش في الماء المالح ولكن قليل منها يعيش في الماء العذب يا شباب إذا معرفنا طريق التغذية الإسفنجيات هنبدأ بعد ذلك ندرس تكاثر الإسفنجيات تكاثر الإسفنجيات نحط سؤال في على الصفحة كيف تكاثر الإسفنج الإسفنجيات يا شباب تتكاثر بطريقتين جنسيا ولا جنسيا تتكاثر لا جنسيا عن طريق التبرعم عملية التبرعم ينمو برعم يعني فيه جزء من الإسفنج بينمو ثم يتساقط على الأرض أو يسقط على الأرض ويكون إسفنج صغير يبقى أول طريقة تكاثر بها الإسفنج عن طريق التبرعم اللي هو نمو برعم صغير يسقط من الإسفنج ويكون إسفنج جديد الطريقة الثانية التي يتكاثر بها الاسفنج هو التكاثر الجنسي التكاثر الجنسي بيشترط ان يكون الاسفنج خمسة يعني يحتوي على البيضات والحيوانات المنوية معا وبالتالي يحدث التلقيح ما بينهم ويكون اسفنج او فرض جديد او حيوان جديد يبقى اذا السؤال الموضوع هنا كيف يتكاثر الاسفنج هتقوله يتكاثر الاسفنج جنسيا ولا جنسيا جنسيا عن طريق ان الاسفنج بيكون خمسة يحتوي على الحيوانات المنوية والبيضات ويحدث التلقيح ما بينهم ويكون فرض جديد لا جنسيا عن طريق التبرعم يعني مبرعم صغير ويسقط على الارض ويكون اسفنج صغير ده بالنسبة للاسفنج عرفنا كيف يتغذى وكيف يتكاثر النوع الثاني او المثال الثاني من الكائنات اللافقرية اللاسعات او الجوفو معوية سموها لاسعات يا شباب لان بص للرسم القدامك ده او الصورة القدامك هتلاقي ان في زوائد خارجة من جسم اللاسعات ودي بتستخدمها في الامساك بالفرائز للحصول على الغذاء يبقى اول شي يا شباب سموها لاسعات لوجود زوائد تخرج من الجسم للامساك بالفرائز طيب ليه سموها جوفو معويات لان فيه تجويف زي ما تشايفه تمتاز باكسام مجوفة فيه تجويف داخل الجسم ما يا شباب والطبقة الداخلية منه بيكون عبارة عن ايه التجويف الهضم او الجهاز الهضمي اللي بيقوم بهضم الغذاء يبقى تتميز اللاسعات بسموها لاسعات لوجود زوائد تقوم بالامساك بالفريسة للحصول على الغذاء وسموها جوفو معويات لوجود تجويف عبارة عن قناة هضمية داخل الجسم تقوم بهضم الطعام طيب كيف تتكاثر اللاسعات اللاسعات يا شباب تتكاثر لا جنسيا زيها زي الاسفنج بعملية التبروم جزء منها بينمو يسمي البروم ويسقط على الارض ويكون حيوان جديد او جنسيا باطلاق البويضات والحيوانات المنوية في الماء تتكر منها بيطلق الحيوانات المنوية والانثة بتطلق البويضات ويحدث التلقيح خارجيا او الاخصاب خارجيا في الماء وينتج عنه حيوان جديد يبقى مثلها مثل الاسفنج في عملية التكاثر تتكاثر جنسيا ولا جنسيا جنسيا عن طريق البويضات والحيوانات المنوية التي تطلق في الماء ويحدث الاخصاب منهم ويكون فرد جديد ولا جنسيا عن طريق عملية التبروم بنمو برعم صغير من جسم الاب او الام ويبدأ يكون حيوان جديد النوع الثالث اللي هندرسه من الحيوانات اللافقرية هي الددان المفلطة تختلف الددان المفلطة عن الددان عن الاسفنج وعن اللاسعات في ان جسمها مكون من ثلاث سبقات يعني حطي سؤال هنا لو حبينا نقارن ما بينهم قارن بين الددان المفلطة والاسفنجيات هتقول لي ان السفنجيات جسمها مقونا من طبقتين فقط اما الددان المفلطة جسمها مكون من ثلاث طبقات وهي متمثلة جانبيا السفينج غير متماثل لكن ديدان مفلطحة متمثلة جانبيا نقدر نقسمها نقسمها إلى نصفين متشابهين تماما طبعا عندها فتحة واحدة فتحة واحدة تتميز برضو جسمها يتميز بوجود يازهض ميزو فتحة واحدة طيب هناخد مثال على الديدان المفلطحة هي الدودة الدودة الشريطية طبعا الدودة الشريطية بتصيب الإنسان وبتسبب له بعض الأضرار ضعف عام وأنيميا وغيرها من الأمراض هنبدأ ندرس كيف تصيب الدودة الشريطية الإنسان عندنا سؤال كيف يصاب الإنسان بالدودة الشريطية حدد السؤال ده لأنه بيشرح دورة الإصابة بالدودة الشريطية في البداية تصيب الدودة الشريطية في الجهاز الهضمي حج الإنسان طبعا عشان لا تنجرف مع الطعام المهضوم وتنزل مع البراز بسهولة بتثبت بتثبت جسمها بيق من خلال ممصات في جداري زي ما انت شايف عندك هوت في ممصات اللي هي فوق ديت دي ممصات بتثبت بتثبت جسمها في جداري الأمع حج الإنسان المصاب طيب تبدأ تنمو القطع بتبقى جسمها عبارة عن قطع زي ما انت شايف القطع الناضيجة منها بيكون مخصبة يعني تحتوي على إيه حيوانات منوية وبويضة في حدث الإخصاب تحتوي على بويضات مخصبة ثم تنزل هذه البويضات عندما يتبرز الإنسان على الأحشاب زي ما انت شايف البويضات موجودة مع براز الإنسان المصاب فتنزل الأحشاب فتقوم بعض الأبقار أو الماشية بالتغذي على هذه الأحشاب وما تحمله من بويضات فبالتالي تنتقل البويضات إلى جسم مين الأبقار أو الماشية يبدأ البيض بيفقس داخل جسم العائل اللي هو البقر وبتخترق عضلاته وأجزاء جسمه ثم تذبح هذه الأبقار فيتغذى عليها الإنسان بدون طهياء جيدا فيصاب بهذه اليرقات اليرقات الدودة الشريطي وتعيد دورة حياتها مرة أخرى ده بالنسبة للدودة الشريطية النوع الأخير أو المثال الأخير من أمثلة الأحيوانات اللافقرية هي الديدان الاستوانية مثلها دودة الإسكارس والديدان الاستوانية شباب بتختلف عن الديدان الأخرى في أن جسمها على شكل أمبوب عشان كده سموها الديدان الاستوانية شكلها على شكل أمبوب داخل أمبوب يعني يقبرة عن أمبوبتين متداخلتين الداخلية منهم بنسميها القناة الهضمية يبقى الأمبوب اللي في الداخل بنسميه القناة الهضمية اللي بيقوم بهضم أمبوب الخارجي ده جدار الجسم اللي بيحمي الجزء الداخل ده جدار الجسم اللي بيحمي الجزء اللي ايه الداخل وكمان بتتميز شباب الدالة الاستوانية عن الديدان المفلطحة اللي هيبدو ده الشرطية إنه عندها فتحتين فتحة فتحة الفم اللي بتدخل الطعام وفتحة الشرج اللي بتخرج الفضلات يبقى تتميز الدالة الاستوانية بوجود فتحتين أحدهم ما الفم اللي ادخل الطعام والأخرى فتحة الشراج لإخراج الفضلات كذلك في منها أنواع يعني الدالة الإسطانية مش نوع واحد متطفل فقط مثلا لا ثلاثة أنواع محللات يتغز على الكائنات الميتة مفترسات يتغز على كائنات أخرى متطفل يعني بيحصل على بعض أو جزء من غزاء الحيونات أو النباتات الأخرى يبقى ده كان المثال الأخير على الكائنات أو الحيونات اللا فقرية اللي هي الدالة الإسطانية نراجع تاني إيه اللي بيمثلها إيه اللي بيميزها إن هي شكلها عبارة عن أو اسمها الدالة الإسطانية فهي على شكل أنبوب داخل أنبوب الداخلي بيبقى عبارة عن قناة هضمية الخارجي ده جدار الجسم عندها فتحتين فتحة فم وفتحة شراج كذلك منها أقسام فيه منها المحلل وفيه منها المفترس وفيه منها المتطفل فده كانت الدالة الإسطانية بعد ذلك يا شباب نحل اسئلة اختبر نفسك مع بعض اول سؤال قارن بين الفقريات واللافقريات في داية الدرس او لما صنفنا الحيوانات صنفناها لنوعين فقريات ولا فقريات الفقريات هي التي تحتوي على عمود فقري جسمها يحتوي على عمود فقري اما اللافقريات جسمها لا يحتوي على عمود فقري واللي احنا درسنا امثلتها من شوي طيب سؤال رقم اثنين صف انواع التماثل المختلفة وسم حيوانا متماثلا جانبيا انواع التماثل زي ما قلنا يا شباب تماثل شعاعي تماثل جانبي عديم التماثل وبالنسبة للحيوان المتماثل جانبيا قلنا جراد البحر نقدر نقسم جسمه الى نصفين تشابهين تماما طيب رقم ثلاثة وضح طريقة حصول الاسفنجيات والجوفمعويات على الغذاء كيف بيحدث بيحصل الاسفنج على غذاءه وكيف بيحصل الجوفمعويات على غذاءه طبعا في البداية قلنا من الاسفنج يا شباب يقوم بتصفية الماء للحصول على الطعام والاكسوجين الاسفنج يقوم بتصفية الماء للحصول على الطعام وعلى الاكسوجين اما الزوفمعويات فعندها للاسعات يا شباب عندها زوائد بتلتقط بها الفريسة وتمتصم بها من غذاء عندها زوائد تمسك بها الفريسة وتمتصم بالفريسة من غذاء سؤال رقم 4 قارن بين جسم الديدان المفلطحة والديدان الاستواني بالنسبة لديدان المفلطحة قلنا ان جسمها مفلطح زي الدودة الشرطية جسمها مفلطح وطويلة جدا قد تصل الى عدة انطار ولديها فتحة واحدة لديها فتحة واحدة لدخول الطعام اما الديدان الاستوانية فهي عبارة عن انبوب داخل انبوب الانبوب الداخلي عبارة عن قناة هضمية والانبوب الخارجي دار الجسم بنوجف هنا في حل الاسئلة يا شباب جزاكم الله خيرا واتمنى انكم استفدتم من الحصة وشكرا للحسن استماعيكم ونلقاكم في حساس اخرى ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته